دلوقتي معد موجز لأهم الأخبار مع مصطفى شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم رفعت وكالة التصنيف الاعتماني فيتش تصنيف مصر الاعتماني من بي بلاس إلى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة وأشرت الوكالة إلى قوة التمويل الخارجية الذي تحصل عليه مصر في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم وتشديد الظروف النقدية وقد أوضحت الوكالة أن الأوضاع المالية الخارجية لمصر تعززت بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين وتمويل المؤسسات الدولية الجديد وهو ما تيسر بفضل تحسين إعداد السياسات بما في ذلك مرونة أكبر في أسعار الصرف وتشديد للظروف النقدية كما تعافت احتياطيات النقد الأجنبي معربة عن ناثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الناضي استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات الواقعي وسط قطاع غزة وقد أضافت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات بوصول ثلاثة شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى المستشفى إثر قصف لقوات الاحتلال لمنزل واقع شمال المخيم وسط القطاع كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية ومحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات وفي استياق ذاته أطلقت الطائرات المسيرة والزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار على منطقة النواصي الواقعة غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من أن الوضع في شمال قطاع غزة بات كارثياً وفي بيان وقعه رؤساء هيئات من الأمم المتحدة منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثية أخرى قال المسؤولون أن السكان الفلسطينيين بأكملهم في شمال قطاع غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف وجاء في البيان أن المساعدات الإنسانية لا تتماشى مع حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة كما أن السلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة وأشار البيان أيضاً إلى أن العاملين في المجال الإنساني لا يشعرون بالأمان في أداء مهام عملهم ولا يستطيعون الوصول إلى المحتاجين بسبب القوات الإسرائيلية والعدام الأمن هناك أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن 19 شخصاً أصيبوا في منطقة شارون الوقعت بوسط إسرائيل وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم كانت خدمة الإسعاف العامة قد ذكرت في وقت سابق أن سبعة أشخاص في بلدة الطيرة الوقعت بوسط إسرائيل قد أصيبوا بجروح وأفادت قوات الاحتلال أن صفرات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ هناك وأنه قد تم اعتراض بعضها بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين هتفياً مع وزير الشؤون الإسرائيلية الإسرائيلية رون دارمير الخطوات الضرورية لخفض التصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وقد ذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن بلينكين ناقش الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع واستعرض الخطوات التي تم اتخاذها من أجل تحسين الأوضاع هناك وقد حث على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات للمدنيين وناقش واديرمير الجهود المستمرة من أجل التوصل إلى حل ديبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين هناك بالعودة بأمان إلى منازلهم أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر قاذفات بي 52 وطائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود بالأضافة إلى مدمرات بحرية في منطقة الشرق الأوسط وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون أن عملية النشر ستتم في الأشهر المقبلة وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر إنه إذا استغلت إيران هذه اللحظة لاستهداف أفراد وصالح عسكرية في المنطقة فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل الرد أعلنت أوكرانيا أن الجيش الروسي قد نفذ 287 قصفاً مدفعياً على منطقة زابوروجيا الواقعة في أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقال حاكم منطقة زابوروجيا إيفان فيدراف إن روسيا استهدفت تسع بلدات تابعة للمنطقة ونفذت ثمانية غرات على عدد من البلدات الأخرى وقد أكد المسؤول الأوكراني أنه تم تسجيل 16 حالة تدمير للمباني السكنية والبنية التحتية هناك تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة الجهود لبناء القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها واتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى سيناريوهات الحرب وقال متحدث باسم وزارة الخارجية هناك إن بلاده ستكسف جهودها العملية لردع التهديد العسكري والحفاظ على توازن القوى في المنطقة وألقى باللوم على واشنطن وسيول في التخطيط لمواصفها بمؤامرات الحرب أكثر من عشرين مرة خلال هذا العام وهو الأمر الذي لم يترك خياراً لبيونج يانج سوى العمل على الردع التام من أجل خطر اندلاع حرب نووية على حد تعبيره وهذه نهاية الموجز عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات الصباح الخير يا مصر بعد هذا الفاصل